مرة أخرى يحضر المجتمع الدولي في الوقت الذي يكون مناسبا حضوره للميليشيا منذ أيام والتصعيد العسكري على أشده في جبهات نهم والجوه لم يحرك المجتمع الدولي إزاءها ساكنا وحين تقدمت الميليشيا خرج سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا وفرنسا في بيان مشترك أعربوا فيه عن بالغ قلقهم إزاء التصعيد الذي اعتبروا أنه مهددا بتراجع التقدم المحرز في تثبيت التهدئة وأعمال العنف البيان دعا جميع الأطراف إلى سرعة وقف القتال واتخاذ التدابير اللازمة لتجميد الأنشطة العسكرية بما في ذلك تحريك المقاتلين ووقف الغارات الجوية وهجمات الصواريخ والطائرات المسيرة وهو موقف يعده مراقبون أنه يسعى لتثبيت واقع جديد فرضته الميليشيا من شأنه تغيير الموازين لصالح جماعة الحوثي استماتت الميليشيا في الجبهات القريبة من مأرب والجوف وصم التحالف لآذانه عن التطورات الخطيرة يوحي وكأن هناك ما يشبه الاتفاق على تقليص نفوذ الشرعية في المناطق التي لا زالت تخضع لسيطرتها في المقابل ظهرت الشرعية بمظهر الفاقد للحيلة ولم يخرج منها سوى مبررات وتلويح بالتخلي عن اتفاق استوكهولم الذي لم يدخل حيز التنفيذ منذ إبرامه قبل أكثر من عام أشاهد في كل ما سبق أن موقف الدول الأربع الفاعلة دوليا إضافة إلى موقف التحالف المتفرج للأحداث يفقد الشرعية لكثير من رهاناتها الخاسرة وما من بد أمامها اليوم سوى الخروج من دائرة العجز والتبعية ترجمة نانسي قنقر